بإمكانكم سماع عدوي القنابل الصوتية التي تنفجر هنا والتي يتم رميها من الجانبين بمعنى من المتظاهرين ومن قوات الشرطة بشكل عام المزيد من الأشخاص يصلون إلى ساحة الاستقلال فهم يأتون من كل المناطق في أوكرانيا هنا نجد الشرب التقليدية كما نجد مراكز طبية متنقلة كما يحدث مع هذا المصاب الذي يعالج هنا المصابون تضمد جراحهم كما يحصلون على مهدئات للألام ولاختصار كل هذا المتظاهرون يتوقعون ليلة أخرى من العنف هم يقولون إنهم لن يستفزوا قوات الشرطة لكنهم يعرفون جيدا كيف يدافعون عن أنفسهم